موسيقى بون سبار لي فيك يا راكم دايرين جاسبا تكونوا كامل بخير وعلى خير اليوم درت هاد الفيديو باش نتحدث عن مور الطيباس للبشرة الجافة خصوصا ونحن في فصل الشتاء واني عارفة باللي العديد من الفتيات اللي كما حالتي انا يعانوا في هاد الفصل من تشققات وجفاف في البشرة الوغ حبيت اليوم نعطيكم ثلاث حلول من اللي انا مجربتهم ويعني نعطيكم كما نقولو الحل السريع والاكيد لهاد المشكل الوغ البنات كانت لث مقونات ولا تلث والحنا نستعملهم في هاد الفصل وينفعوني ويعطوني مفعول جد سريع وجد يعني اكيد لهاد المشكل اللي هو الجافاف قبل ما نقولكم هاد الليبومات او هاد الحلول اول حاجة لازم تعرفوا انكم لازم تكتروا من شرب الماء في هاد الفصل خصوصا لان ما نشربوش الماء بزاف هاد الفصل دونك ما تخلوش الجسم متاعكم يحتاج للماء لازم تشربوه سواء عطشتوو ولا ما عطشتوش لازم تشربو كمية من الماء لان هاد الكمية الماء يحتاج هالجسم باش يعطي ترطيب للبشرة اول بومات هي نيفيا صوفت كامل تعرفوا نيفيا صوفت هاد البومات هي خفيفة وقوامها خفيف متكحلش تنجمي تستعمليها قبل فوندوتان وقبل واقي الشمس تقدري تستعمليها في النهار عادي جدا لكن المكون الثاني اللي هي زيت الجليسيرين هاد الزيت تستعمليه في الليل فقط لانه عبارة عن زيت وممكن الى قبل في اشعة الشمس تكحني البشران تاعك دونك ديريه في الليل برك كي تجي ترقدي ديري القليل منه هو قوامه جاي تقيل رح تلاحظي انها اللي تحطي قطرس منه في القطنة وتمررها على جميع انحاء البشران تاعك رح تلاحظي انه البشران تاعك تنوضي السباح تلقيها رطبة كأنها يعني تعجبك اللابون تاعك من النعومة ورطوبة ونظارة برك داومي لي وتقدري ايضا تضيفي له قطرات من ماء الورد اللي تحب اختياري باش تزيدي ترطيب وتزيدي النعومة وتعطي الفائدة اكتر للبشرات تاعك المكون الثالث وهي زبدة الشيا تلقوها عن الكوسميتيك اللي ما يعرفهاش يقول الكوسميتيك يعطيك زبدة الشيا وماذا بكم تشروا الحرة كان بعض زبدة الشيا تمباع مغشوشة هذيك ما كلاش ماذا بكم تشروا الحرة هذيك اللي تعطيك مفعول تقدرو تستعملوها الوجهان تاعكم البشران تاعكم للشعران تاعكم لها ثوائد جد 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 للسيلوليت تعالي يعني بزاف مشاكل في البشراء وفي الشعر لم يعرفهاش يدير عليها بحث في جوجل باش يعرف وش هي زبدة الشيا ايضا هي تقدريت ديريها تأبليكيها في الليل قبل ما ترقدي تكوني قبل غصلتي وجهك بالجاني طويان اللي مورفت غصلي به وتبقيها على البشران تاعك وماذا بيك تديري مصاج للبشران تاعك باش تحافظي على بشران تاعك خالية من تجاعد وتعطيها ايضا قوام جميل ورائع نفس الشيء كما زيت غليسيغين قالوا هادو همتل اسمو كوناس تقدروا تستعملوها وايضا كان الكريم ديادير من بياش سينك اللي سبق وتحددت عندها في فيديو سابق في القناة راح تلاقوه في الفيديو في صندوق الوصف هاد الكريم هي ايضا جد جد رائعة للبشرة الجافة والحساسة اضافة الى التعطيب الرائع الذي تميز به هاد البوماد انها سمتة ايضا بعامل وقاية من اشعة الشمس تقدر تستعملها في الليل وفي المهار عادي بشكل يومي وانصحكم ناصحة اخيرة هي انك ماذا بيك تبع ديال الصابون من افضل تستعملي جال نتوايون للبشرة انا عندي نوعين من جال نتوايون لستعملهم الاول هو فيشي نوع فيشي والتاني هو مي بيو ديغما للبشرة الجافة والحساسة كل واحدة والبشرة اللي والمها تقدروا تستعملوا اي نوع اخر المهم ماذا بيكم تستعملوا جال احسن من الصابون لان الصابون يجفف البشرة اما الجال فلا يجففها هذا هو موضوعنا انها اليوم اتمنى يكون اعجبكم لا تنسوا ليش اعجاب واشتراك في القناة وتفعيل جرس ونلساقي ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم